اشتركوا في القناة امترت فعادت الى الواجهة اشكالية الدور الايلة للسقوط في فاس العتيقة منزل انهار والضحايا خمسة اشخاص ضيف الملف محمد فؤاد صرغني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وخارج المغرب الحرب في غزة تدخل منعطف رفح رفحة التي اصبحت الملاذة الاخير لاكثر من مليون نازح فلسطيني هي الان في مرمى نيران المحتل الاسرائيلية وسط تحذيرات دولية ما كانت لتغير من مخطط المحتل على ارضه وامام جماهيره منتخب الكوديفوار يتوج بلقب الكال للمرة الثالثة في تاريخ الفيلة وفوز الاقجاع في ابيجون يتسلم على مكاس افريقيا الذي سينظم بالمغرب العام المقبل انا بكم لتفاصيل الظاهرة والمستهل بامطار فبراير امطار اسقط الارض والحرطة تسقطت المطرية مهمة في معظم المناطق ببلادنا واعلى المقاييس سجلت بشفشاون بازياد من مائة وسبعة عشر مليمترا ازياد من مائة مليمتر سجلت ايضا في احدى المناطق بتازة تحديدا بباب بندير ومراكش كانت من بين المناطق المشمولة بتساقطات المطرية الاخيرة بلغت اربعة واربعين مليمترا كما عرفت قمم جبال الاطلس الكبير تساقطاتهم الثلجية غطت قمم الجبال التي يتجاوز علوها الالفي متر تحديدا ومن اوكايمدن ينضم الينا مباشرة مراسل القناة الثانية الحسن هبان اهلا بك الحسن اذا تتواجد باوكايمدن الخلفية ورائك تظهر تساقطات ثلجية في المرتفعات التي يتجاوز علوها الالفي متر في منطقة الحوز تساقطات ثلجية واخرى مطارية غيرت من الوضع في المنطقة تتواجد في اوكايمدن هل لك أن تصف لنا المنطقة حيث تتواجد على طول المسار قبل أن تصل إلى اوكايمدن؟ نعم بالفعل السنة كما ذكرت في البداية مراكش بدورها على غرار عدد من مناطق المملكة شهدت خلالها اليومين الماضيين تساقطات مطارية مهمة كما ذكرت 44 مم هذه تساقطات المطارية المهمة ساهمت إلى حد كبير في إنعاش حقينة السدود بالجهة بجهة مراكش آسف حيث بلغت هذه الحقينة سنة 48% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي كانت لا تتجاوز فيها حقينة السدود بالجهة 39 مليون متر مكعب وبالتالي الحديث هنا سنة عن 34 مليون متر مكعب من المياه ومن الموارد المائية الإضافية التي دخلت إلى سدود هذه الجهة فيما يتعلق سنة بتساقطات الثلجية فكما ذكرت في العادة كانت كل هذه المناطق وهذه الأراضي والمساحة التي تحيط بنا هنا في قيمد تكسها الثلوج لكن كما يبدو لكم من خلال عدسة الزميل عدنان سيلاني بشكل مباشر هذه تساقطات الثلجية هذه المرة تغطي فقط قمم الجبال التي يتجاوز علوها 2000 متر عن سطح البحر فيما لا تزال هذه المحطة التي تبدو لكم من خلال عدسة الكاميرا من خلفه لا تزال المحطة محطة التزلج المعروفة هنا بأوكيمد تنتظر تساقطات الثلجية خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة سنة وأننا سبق أن صعدنا إلى هذه المنطقة التي كانت تعج بالزوار في العشرين من شهر فبراير خلال السنة الماضية وبالتالي لربما الأيام المقبلة ستحمل كذلك تساقطات الثلجية مرتقبة خاصة بنظر إلى تغيرات المناخية التي تؤخر من هذه التساقطات الثلجية والمطار كذلك سنة بعد أخر الله يرحمنا شكرا لك لحسن هبان كنت معنا مباشرة من أوكيمد والأمطار الأخيرة أنعشت ولو بشكل بسيط جدا حقينة الصدود ارتفعت بنسبة لم تصل بعد إلى 1% إذ بلغت أزيد من 24 في المئة وتساقطات المطرية الأخيرة دخت حوالي 143 مليون متر مكعب في السدود وإن كان الاحتياطي لا يزال بسيطا لا يتجاوز الثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وثلاثين مليون متر مكعب عند نهاية الشهر الماضية رغم هذه الزيادة الطفيفة إلا أن الوضع المائي في بلادنا تظل صعبة للغاية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية حينما كانت النسبة تدنو من 32% باحتياطي قدر للعام الماضي بأزيد من 5 مليارات متر مكعب وضع مائي صعب جدا اليوم ببلادنا تقابله جملة إجراءات تصب في خانة الترشيد في استعمال الماء الصورة من الصورة معك سوفيان بواسر إشكالية تدبر الماء ببلادنا تتطلب جدية ويقضة للحد من استعمال لمسؤول الماء الإجراءات الحكومية المتخدة توازيها أيضا تحسيس وتوعية للمواطنين من طرف جمعية المجتمع المدنية السيق الراهن يفرض تصديا للسلوكات الخطئة في هدر الماء والمسهلك العادي هو جزء من معادلة الحفاظ على التروة المائية خصنا نديروا التقنية نديروا بزاف ديالحواج باش تحنا يكونوا ضامنين وفي نفس وقت ندوز ميساج الناس ونوعي بحالك الناس اللي معاي اللي مفائمين شو اللي يسميشو باش نيد على يد قادي نديروا إن شاء الله حل تحنا بدورنا كنحاولو نرجدو الناس نساهمو تحنا ناخدوه بعض الاطبار هاد الندرة ديالما ما بيناش نوصلوا واحد درجة اللي هي قصوة نحاولو ناخدوش احتياطات السباقية ونتعملوا معا ما بواحد كماده أساسي الحياة تعملوا معا ما بواحد شكل اللي هو عقلاني ببعض أحياء المدينة العتيقة للصورة ملسقات تحسيسية وضعت بمداخل المحلة التجارية تواصل مباشر مع ساكنة المدينة لدق نقوس الخطر وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد استعمال المياه الفئة المستدفة من هذه الحملة ألا وهي الساكنة بين الصورة أصحاب المحلة التجارية أصحاب المطاعم وكذا الفنادق تواصلنا بشكل مباشر مع الساكنة فأكيد القناة أن كل شيء ومسؤول كل شيء يحمل الهم ديال هذه الإشكالية التي تعيشها المملكة في انتظار غيث مقبل ينعيش حقينة السدود عديد إجراءات نسى عجالية اتخذت بمختلف جهة المملكة الرهان المقبل للتخفيف من حدث الأزمة هو استكمال المشاريع التي تم إطلاقها لتنويع مصدر الماء وتساقطات المطارية الأخيرة أعادت إلى الواجهة إشكالية الدور الأيلة للسقوط وفاس ضمن المدن المشمولة بهذا الإشكال فاجعة هي لمنزل ذرب الكاتب بفاس العتيقة أسفرت الفاجعة عن مقتل خمسة أشخاص نهاية الأسبوع الماضي وضيف الملف من فاس ينضم إلينا محمد فؤاد السرغيني وهو المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس أهلا بكم سيد محمد فؤاد السرغيني إذن بداية قبل أن نتوقف عند ما أنجز في مواجهة إشكالية دور الأيلة بمدينة فاس العتيقة هل المنزل الذي انهار كان ضمن خارطة الدور التي يفترض أنها مهددة بالإنهيار في أي لحظة؟ شكرا بالفعل هذا المنزل لم تكن عليه أي علامات للإنذار بالخطر سواء الشقوق في الواجهات أو انتفاق في الأسوار أو ميالان للأسوار لأن هناك ما يسمى بلجان ليقضى وتدبير المخاطر التي تقوم بزيارات ميدانية يوميا وتستقبل شكايات المواطنين فلا هذا المنزل ظهر في هذه المظاهر للبناء إلى السقوط ولا أنه المعتمرين أو الساكنين في هذا المنزل قدموا شكايات في الموضوع في حين أن الأمر يتعلق بصقف السطح الذي كان مهترئا ولم يكن يعطي أي علامات للسكان لأنهم ليست لهم خبرة من طريقة حالة لمعرفة تفاصيل السقوف إذا لم تكن عليها علامات فهذا السقف لم نهر على السقوف لتحت منه وبذلك قدر الله كان هذه الضحايا إذن هذا المنزل لم يكن في عداد المنازل المحصية الأيلة للسقوط اليوم الدور الأيلة للسقوط التساقطات المطرية أعادت إلى الواجهة هذا الإشكال الذي يطرح في مجموعة من المدن وفاس من ضمن هذه المدن هناك اليوم وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس تشتغل منذ عقد من الزمن ماذا أنجز إلى حدود الآن في مواجهة الدور الأيلة للسقوط بالفعل في خضم هذه الإشكالية إشكالة الدور الأيلة للسقوط التي هي من أعوص المشاكل التي نعرفها في المدن التاريخية بصفة عامة وفي فاس بالخصوص أنه البناء لأيب السقوط وبناء نقوله يتوالد دائماً بنايات في مسلسل تدور دائماً لمدينة القديمة تعطينا بنايات أيلة السقوط وبحكم أن الوكالة منشغلة في هذا الموضوع وتم تكليفها بمعاجلة هذا الميلف منذ عدة سنوات على الأقل منذ 2013 إلى 2023 تم التدخل فيما يفوق أربع آلاف بنايات أيلة السقوط وإلا فلقد ضمن الله كانت تكون العواقب أكثر كاريتية مما شاهدناه في الحادث يوم السبت الماضي تم التدخل في أكثر من أربعة آلاف بنايات أيلة السقوط واستفاد من هذا التدخل ما يناهز ثلاثين ألف ريال السكان إذن تم تأمين سلامة تأمين ألف ريال السكان إضافة إلى الماغة والزوار الذين يزورون المدينة القديمة إذن هناك أرقام توقفت عند الأرقام سي محمد فؤاد بصرغني توقفت عند الأرقام لكن الحادث يوقع يوم السبت كي يعيدنا إلى طرح سؤال أكبر ماذا عن الدور التي لا تظهر عليها أي عالمات يمكن أن تجنب كارثة بهذا الشكل وسقوط ضحايا أرقام تكلموا على خمسات الناس ماتوا هذا ما نعمل عليه حاليا وكنا قد استبقنا بشكل معين بحيث أن هناك تحسيس للسكان وسنضافع الجهود في هذا الميدان لكي ينذروا بأي شك في السقوف التي قد تكون مهترئة ومن طبيعة الحال اللجان التي تزور المدينة القديمة وتقوم بزيارات ميدانية ستدخل كذلك إلى داخل هذه البيوت للاطلاع على هذه السقوف لتفادي تكرار هذه الفاجعة من هذا النوع كيكون تساقطات مطارية مهمة ما بعد التساقطات المطارية يمكن أن تظهر بعض الشقوق في بعض الضور التي تصنف دورا آيلة للسقوط في أي لحظة ماذا عن التدخل الفوري للساكنة المعنية بهذا الإشكال بالنسبة للأمطار عندها تأثير على البناية ولسيما على السطوح لأنه ماذا يحصل أنه إذا لم تكن هناك سطح عازل بشكل جيد فإن الأمطار تدخل إلى السقف وبالتالي هي تغسل السقف من المواد المتانة من الجير إلى غير ذلك ولما تظهر الشمس تشريق الشمس فإن هناك لا قدر الله يكون الفعل سويا فبالتالي الآن هناك حملة نقوم بها وقد بدأنا الاشتغال في ذلك عند السكان بالنسبة للسطوح إذا كانت هناك سطح مهتمئة يعلموا بها ويقدموا شكايات ويقدموا إعلانات لكي الوكالة تدخل في الوقت المناسب علما أن الوكالة مع جميع الفرقاء مع السلطات المحلية من وقاية مدنية ومصار الإسكان لديها فرق تتدخل وتشوف الحالة دير السكان وتستجب في الحين ولكن شيء خطر لهو آني فتكون في خلال ثلاث ساعات لمباشرة للتدخل لإزالة الخطر شكرا لكم السيد محمد فؤاد سرغني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتباء لمدينة فاس كنتم معنا مباشرة من مدينة فاس خارج المغرب غزة تحت القصف لليوم التاسع والعشرين بعد المئة والحرب تدخل منعطف رفح رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطينية رفح اليوم في مرمى نيران المحتل الإسرائيلية وسط تحذيرات دولية وتل أبيب تتعهد بالمضي في حرب قتلت في 24 ساعة الأخيرة أزيد من 160 فلسطينيا شهداء انضافوا إلى قائمة الشهداء التي تفوق 28 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال السعاد سيطر أينما تكون يدركك الموت مجازر غزة زحفت إلى رفح أمام مرأة ومسمع العالم أكثر من أربعين غارة جوية مكثفة وقصف مدفع مباغد والناس نيام الغارة استهدفت المنازل المأهولة بالسكان والمساجد 164 شهيدا سقطوا بنيران الاحتلال وسقط معهم أزيد من 200 جريح وجل الضحايا دائما نساء وأطفال رفح تشهد اليوم عملية عسكرية برية سيكون لها وفق تحذيرات المسؤولين الدولين والأمميين آثار كارثية فاجة ما شفنا الانفجار شاي اتنين شباب من أجهزة شرطية السواب مقطع لا معروف لرأس ولا معروف لمن هو ولا معالم ولا أي حاجة والشاب الثاني مرمو في نص الشارع مقطع احنا مش قادرين عنا أطفال عنا نساء الناس اللي في البيت مش قادرين قالوا رفع أمان رفح بش فيها أمان اي أمان يا عمي كل مكالب نضرب احنا من الحرب تخلص يا عمي احنا مش قادرين قيل لهم فيما قيل انزحوا إلى رفح فإنها آمنة لم يأمنوا قتلوا وشردوا وجوعوا مساحة محافظة رفح ستون كيلومترا مربعة حسب تقديرات الأمم المتحدة يتواجد برفح مليون وأربعمائة ألف فلسطيني جلهم نزحوا من القطاع يسكنون في المدارس ومراكز الإيواء وفي المخيمات رفح تضم ثلاث مستشفيات لا غير ما تعيشه رفح اليوم من عدوان يعني إغلاق المعبر الوحيد للقطاع هو معبر رفح مع مصر بين الاكتضاد المهول الذي فرضته الحرب وعشوائية القصف الإسرائيلي لسان الحال في القطاع من أقصاه إلى أقصاه الموت أمامكم والموت وراءكم فلا مفر هو الوضع يتأرجح بين مجزرة فضيعة وأخرى أفضع وعجلة الوقت تحصي أربعة أشهر وخمسة أيام من الجحيم في غزة فماذا بعد؟ في آخر اللحظات ألغى زيارة كانت مرتقبة إلى الجزائر وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباغس أجل زيارة التي كانت مقررة اليوم إلى الجزائر وتأتي بدعوة من نظيره الجزائرية ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن الباغس ألغى زيارة في اللحظات الأخيرة لأسباب تتعلق بأجندة جزائرية وتحاول الجزائر أن تتودد لمدريد لطي أزمة ديبلوماسية تمتد لقرابة عامين بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء وباريس تطلب ويد الرباط وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيي في مقابلة صحفية قال إنه سيبدل قسار جهده في الأسبوع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب في احترام تام للمغاربة يقول وزير الخارجية الفرنسي الجديد إن رئيس الجمهورية الفرنسية طلب من الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في علاقات باريس الرباط وريادة الرباط في محاربة التتالف لا جدال فيها بفضل استراتيجية منسجمة تدمج الجوانب الأمنية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وهذه الرؤية جعلت المغرب يتفوق في المعركة التي يشنها المجتمع الدولي ضد التتالف والإرهاب المعطى يتأكد في اليوم العالمي لمنع التتالف العنيف زهر إي تح حين أقرت الثاني عشر من فبراير يوما دوليا لمنع التتالف العنيف المفضي إلى الإرهاب وكان ذاك أواخر 2022 أكدت الجمعية العامة وهي الجهاز الرئيسي لصنع السياسات داخل الأمم المتحدة أكدت على المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب وتجارب الدول الأعضاء المئة والثلاثة والتسعين تختلف وتتفاوت تظهر تجربة المغربية من بينها نموذجا أتبتت المملكة أنها فاعل أساسي في المعركة التي يشنها المجتمع الدولي ضد التطرف والإرهاب التزامها بهذه المعركة تابت وصريح يقوده جلالة الملك محمد السادس ولتفعيل هذا الالتزام سطرت استراتيجية شمولية استباقية متعددة الأبعاد تستهدف مكافحة التطرف بل وتضييق كل السبل المؤدية إليه من فقر وإقصاء وهشاشة وأمية مقاربة المغرب هي بدعائم مختلفة دينية وأمنية وقانونية وسوسيو اقتصادية ولا تغفل حيوية تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون والتعاون الدولي فيما يخص الدعامة الدينية تولي المملكة اهتماما خاصا بتكوين الآئمة والقيمين الدينيين عملت على تدفير الحقل الديني بشكل عام وفق توجيهات مؤسسة إمارة المؤمنين ووفق توجيهات أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس تمضي المملكة على نهجها الدائم القائم على الحوار بين الثقافات والأديان وعلى الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار باعتبار ذلك أولوية لمواجهة الإرهاب والتطرف كل هذا عمل استباقي تعزيزه أيضا معركة ميدانية ضد الإرهاب من خلال تفكيك الخلايا وإحباط محاولات تجنيد المتطرفين وهو الدور المنطب المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أشادت بعمله وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب إشادة واشنطن كانت بالاستراتيجية المغربية في شموليتها نوه التقرير بالتزام المملكة بتعزيز تعاون المؤسساتي إقليميا ودوليا لمكافحة التطرف نوه أيضا بالتاريخ الطويل من التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب تقرير الخارجية الأمريكية كان أشاد على الخصوص بالأولوية التي تعطيها المملكة للتنمية الاقتصادية والبشرية في مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب يحارب شبكات التطرف ويواجه أيضا شبكات التهريب الدولي للمخدرات عمليات للمراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق مكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء تنجل متوسط من إجهاد عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من أزير من ثلاثة أطنان من صفائح مخدر الشيرة كانت مخبأة داخل مقتورة خاصة بشاحنة للنقل الدولي للبضائع كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متواجهة بالأمس نحو أحد الموانئ الأوروبية وقد تم توقيف صائقي الشاحنة ونعبر اللحظة إلى الشيق الثاني من الظهيرة وتتابعون بعد قليل 120 شابا دخلوا تبارية في الإقصائيات الإقليمية للبطولة الوطنية الرياضية في نسختها الثامنة والأربعين موجهة أساسا لأطفال المراكز الاجتماعية أكثر من نصف قرن بين الريشة والألوان مسار قضاء عبدقادر السككي في عالمه الجميل بريشة تلامس تفاصيل ذاكرة الماضية وتسمر أغوار المولوث الثقافي لمنطقة الريف 120 شابا دخلوا تباريه في الإقصائيات الإقليمية للمطولة الوطنية الرياضية في نسختها الثامنة والأربعين موجهة هذه المواصل المسابقة أساسا لأطفال المراكز الاجتماعية والنموذج من الدار البيضاء جيهان دبلالي في روبرتاج محمد ماكري هنا بالمركب الرياضي التربوي الهرويين التأم ما يربع عن 120 مشاركا من نزلاء المراكز الاجتماعية بإقليم مديونا إناثا وذكورا جاءوا للتباري في مختلف الرياضات استعدادا للإقصائيات الجهوية أنا اليوم فرحانة بزيف حتى شاركت في هذه المسابقة لفعب بزيف الألعاب وفعب بزيف الترفيهات نحن اليوم بغينا ربحون تقدموا سع الله جيبوا ميدالية كان حضر زوين ومشاركة زوينة وصفنا بزيف الحوائج وكل راح رياضية جميع الفتيات كي حاربوا أنهم بشي حراو أو الفتيان ونقول لهم جعلكم الله نبراسا للعلم والمعرفة كرة السلة كرة القدم ورياضات أخرى اختارها المنظمون في هذه المسابقة التي جمعت بين شباب المراكز الرعاية الاجتماعية وخلقت لهؤلاء فضاء للتمييز والإبداع الرياضي من بعد أن نختار الفراق التي ستأهل لكي نمتل الإقليم في الإقصائيات الجهوية ومن بعد النهاية ومن بعد النهاية إن شاء الله وتنتمنا وتوفيق الوليدات الهدف من هذه التظاهرة هو أن يتلقوا الوليدات مؤسسة الرعيلة الاجتماعية ويتسلط عليهم الضوء يعرفوا المجتمع لكن هذه الوليدات لتحرمهم العائلة من الأسرة وأننا نعطيهم الوقت سجيلهم برنامج النسخة الثامنة والأربعين من هذه الإقصائيات تخللته فقرات متنوعة استمتع من خلالها هؤلاء النزلاء بجو التباري والتنافس والتفاؤل بالمراحل المقبلة من الإقصائيات عاد من بعيد وكذب كل التوقعات منتخب الكوديفور انتزع لقب الكان على أرضه وأمام جماهيره وفي لحظة التتويج عميد منتخب الفيالا ماكس غادل يحمل العلم المغربي العلم المغربي الذي زين أيضا مدرجات ملعب الحسن وترى غادل يحمل العلم المغربي في إشارة وفاء وعرفان لأصود الأطلس فالمنتخب الإفواري المؤهل الذي توجى باللقب تأهل بعد فوز الأصود على زامبيا الفوز الذي أعاد منتخب الكوديفور إلى الدور الثاني بليلة النهائي أبي جون تطوي نسخة كان سنة 2023 والرباط تضرب موعدا في النسخة القادمة وفي أبي جون تسلم بالأمس فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسلم علم كأس إفريقيا الذي سينظم ببلادنا العام المقبل وفيما كانت شوارع أبي جون تحتفل ببقاء الكأس في الدار إفواريو الدار البيضاء يحتفل هنا بالكأس واللقب الثالث في تاريخ فيالة الكوديفور أناس فوبار أبا المغاربات إلا أن يتقاسم مع أشقائهم الإفواريين فرحة تتويج الفيلة بكأس إفريقيا هي مشاهد امتدت في باقي ربوع المملكة مشاهد تؤكد متنت وعمق العلاقات بين الشعبين المغربي والإفواري أنا سعيدة جدا بإنجاز بلدي نشكر المغرب بلدي بفضله بلغنا المباراة النهائية وتوجنا باللقب نحن أبطال إفريقيا سعداء بهذا اللقب بفضل المغرب تمكننا من بلوغ المباراة النهائية والفوز بها كل جمهور معاونهم والمغاربة كانوا وقفوا معهم كوديفور فعندما كانوا سيئلوا هذا الكوب وتبارك الله عليهم والمغاربة كانوا معاونهم بزي صار فيالة الكوديفور لم ترفض هدية المنتخب المغربي الذي أعادهم إلى سباق المنافسة بعدما كانوا على شفى الإقصاء لا يمكنني أن أصف لك شعوري بعد هذا اللقب التاريخي نحتفل اليوم مع إخواننا المغاربة الذين ساهموا في هذا التتويج شكراً للمغرب شكراً للمغرب وكما أستفت ذكرى في العنوين أكثر من نصف قرن قضاها بين الريشة والألوان مصار عبدالقادر سكاكي كان خصيصاً لعالمه الجميل اختار ابن الحسيمة المدرسة التشخيصية للتعبير وريشته تلامس تفاصيل ذاكرة الماضي وتسبر أغوار الموروطة الثقافي لمنطقة الريف التقى فؤاد العزوزي محمد حشب هي لوحة تحولت إلى أيقونة فنية في منطقة الريف عرص في البادية واحتفال بأشعار إزران ترات شفاهي وذاكرة من الماضي أعاد رسمها في الحاضر عبدالقادر سكاكي فنان لم ينسى أبداً أيام طفولته الأولى في بلدته تماسينت نواحي الحسيمة بحليل كان حكي واحد القصة كيف كانوا يحتفلوا في البادية مناسبات في الأعراس أو في تويزة تكون شيء مناسبة تحضر الفرجة إزران شعر وهو واحد الفرصة للتعبير لأنني انتشرت بزاف كنظر نوع ديال الحاني الناس يشوفوا يذكروا يذكروا اللي عاشوهما إذن كتكون غير بحال واحد الدعوة سفر في الداكرة بين الألم والأمل سكاكي وثق لمأساة زلزال الحسيمة 2004 ورصدت ألوانه جمال الطبيعة وغنى التراث في بوادي منطقة الريف النمط ديال العيش في البادية الناس اللي كيعيشوا في البادية مبديعون الناس كانوا كيصنعوا الأدوات اللي كيستعملوها باش كيعيشوا اللي بني كيفاش كيبنيوا إبداع كله تشكيل من المواد اللي كينا بسيطة الطراب طبعا الحالين يمكن احتمع للسين كيرجاع كيرجاع بحيط دغب كوة أكثر أربع جيال في التعليم في ميدان التعليم وله عنده واحد السبغة اللي كتميز وهي الاشتغال على الموروز الثقافي المحلي الريفي والمغربي ككل مسار فني اختار فيه عبد القادر سكاكي المدرسة التشخيصية وفن البورتري للتعبير نصف قرن من العطاء والسفر في الذاكرة والغوص في بحر ذكريات الماضي الجميل والموروث الثقافي في منطقة الريف وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظاهرة أمطار فبراير تنعيش حقينة الصدود ولو بشكل طفيف وتساقطات ثلجية تلبس مرتفعات الأطلس لداء الشتاء أمطرت فعادت إلى الواجهة إشكالية دور الأيلة للسقوط في فاس العطيقة منزل انهار والضحايا خمسة أشخاص سؤال دور الوكالة في مواجهته الدور الأيلة للسقوط طرحناه على مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار مدينة فاس محمد فؤاد السرغني انضموا إلينا من فاس وخارج المغرب الحرب في غزة تدخل منعطف رفحة رفحة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني هي الآن في مرمى نيران المحتل الإسرائيلي وسط تحذيرات دولية ما كانت لتغير من مخطط تل أبيب على أرضه وأمام شماهيره منتخب الكود ديفوار يعود من بعيد ويتوج بلقب الكال للمرة الثالثة في تاريخ فيالة الكود ديفوار وفي أبيجون فوز القجاعة يتسلم على مكاس إفريقيا الذي سينظم بالمغرب العام المقبل لها نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة الضائرة الموعد الأخباري القادم أمازغي أنفو سواغ الليلة مع إحسان بن بل والمساء مع زكريا إيتع بن مجيد شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة